أو إذ نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأن هذه اللجنة لا تراعي من حيث التشكيل خصوصية الشعب السوري وتنوعه كذلك فإنها لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي أما فيما يتعلق بإقصاء الإدارة الذاتية فذلك يعني غياب العدالة والمساواة وتناقض تام مع القرار الأممي 2254 القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين وما تم في اللجنة الدستورية هو عكس ذلك تماما في ظل غياب دور وإرادة شعبنا الذي هيأ لأرضية الحل الديمقراطي وقضى على العوامل الخطيرة المهددة لوحدة سوريا داعش والمتطرفين والمجموعات المرتبطة بهم نرى بأن النتائج لن تكون في خدمة السوريين كذلك لن يكون هناك إلا تعميق للأزمة ذاتها التي رحض حيتها الملايين وتم التطرق لها آنفا نطالب الأمم المتحدة وكافة الدول الفاعلة والحريصة على الاستقرار والحل في سوريا بأن تكون رؤية المشهد السوري عام ويتم التعامل ما هو موجود بشكل عملي وليس مع الشكليات كذلك سمة الحيادية في التقرب من الأطراف السورية يشكل المصداقية في الاستقلال الوظيفي الأمر الذي يجب أن لا ينخلط مع الضغط المفروض من أحد ولا يمكن تجاوز مكونات مهمة أساسية في الحل وفي الدستور بسبب حساسيات الدولة التركية كذلك نطالب دول التحالف الدولي التي ساندت تشكيل اللجنة الخاصة بالدستور بإعادة النظر في مواقفهم وشراكتهم لمكونات شعبنا حيث تم تقديم تضحيات كبيرة في سبيل هدف واحد ولا بد لأن يكون لهم دور مهم كما كان في المساهمة للقضاء على داعش كذلك في التقارب السوري ومنع أي مساس بشكل وطرق الاتفاق بين السوريين ذاتهم